السلام عليكم تلاميذ العزاء تلاميذ الصف الرابع ابتدائي درسنا اليوم هو حد تدريبات جمل اسمية وجمل فعلية تدريب الأول صفحة 75 خذ كلمة من السطر الأول مما يلي واختر لها كلمة من السطر الثاني ثم بي نوع الجملة يطلب مننا أنه نأخذ كلمة من السطر الأول ونوصولها بكلمة التي تناسبها من السطر الثاني وأيضا بعدين نبين نوع الجملة اسمية أم فعلية هذا هو حد تدريب الأول النمر مفترس جملة اسمية تمتر السماء جملة فعلية القطوة ليف جملة اسمية ينجح المجد جملة فعلية تدريب الثاني حول الجملة اسمية التالية إلى جملة فعلية التمل يكثر في العراق العامل يقضي نهاره مكافحا العلم ينير الحياة البنت تشكر ويدها هذه جملة اسمية يطلب مننا أنه نحولها إلى جملة فعلية كيف نحول جملة اسمية إلى فعلية جملة اسمية تبدأ باسم لكي نحولها إلى جملة فعلية نبدأ بالفعل عندنا يكثر نضعه قبل التمر يقضي نضعه قبل العامل نضع الفعل قبل الاسم فتصبح جملة فعلية هذا هو حل تدريب الثاني يكثر التمر في العراق يقضي العامل نهاره مكافحا ينير العلم الحياة تشكر البنت ويدها تدريب الثالث عكس تدريب الثاني حاول جملة الفعلية إلى اسمية أيضا نفس الطريقة أدنى ربح المؤمنون يتفتح الزهر في الحديقة ناضى المخلصون في سبيل وطنهم تسقط الأمطار في فصل الشتاء يحب العراقيون وطنهم حل السؤال هذا هو حل السؤال نضع الاسم قبل الفعل أصبحت المؤمنون ربحوا فالزهر يتفتحوا في الحديقة المخلصون ناضلوا في سبيل وطنهم الأمطار تسقط في فصل الشتاء العراقيون يحبون وطنهم هذا هو حل تدريب الثالث عندنا تدريب الرابع عدنا قطعة مثل إنشاء صغير يطلب مننا أنه نضع خط تحت الجملة الاسمية وخطين تحت الجملة الفعلية إذن عدنا الحمامة طايل نطيف نضع خط تحت لأنه جملة اسمية جسمها جميل الشكل أيضا جملة اسمية منقارها مدبب جملة اسمية تلتقط لحب جملة فعلية نضع خطين تحت تطعم به الصغار جملة فعلية نضع خطين تحت يحب الحمامة الحرية أيضا جملة فعلية ويكره الحبسة في الأقفاص أيضا جملة فعلية هذا هو حد تدريبات الجملة الاسمية وجملة الفعلية أتمنى تكونوا استفدتم من الحل لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس والتوفيق إن شاء الله لجميع اشتركوا في القناة